زي ما انت شايف هنا واستاذ كده حضرتك هتكسب من التوك توك اللي شغال بالكهرباء او بالطاقة النظيفة هتقول لي ايه عم الكلام ده اقول لك فعلا احنا هنا مش بنقلش انت عندك هنا منصة او عملة اسمها اي توك توك اللي هو الكترونيك توك توك عاملين هنا مشروع وعملين له عملة رقمية ومدعوم في سريلانكا وحور كبير اوي ساعتك وتقدر حضرتك تكسب من خلال الموضوع ده وتستثمر وتشتري العملة اللي هم اطلقوها يعني بتتكلم عن المشروع بتاعهم وتشتري العملة دي بسعر رخيص جدا باتنين سنت تقريبا متوقع سعر العملة دي يوصل لحد واحد دولار بس امتى وازاي الله اعلم بس انا حبيت اشارك معاك المشروع لان سعر اتنين سنت ده هو لمجرد فقط خمسة ايام من تاريخ نشر او من تاريخ تسجيل الفيديو فركز معاك واز جدا في الشرح وخلنا نرجع مرة تانية هنا وما تنساش قبل ما كمل شرح انا اسف احنا عاملين على القناة بتاعتنا مسابقة كبيرة جدا والمسابقة دي خلال شهر رمضان اي فيديو ينزل على القناة اعمل لايك للفيديو ده وتأكد انك مشتري في القناة فعل الجرس وحط اي تعليق في الفيديو عشان التعليق اللي انت كتبته ده ممكن يكون من التعليقات الفايزة معانا هنختار عشرين شخص هيفوزوا معانا في خلال الفيديوهات بتاعاتنا في خلال شهر رمضان وفي اخر رمضان قبل العيد على طول هعمل فيديو هوزع فيه جواز على العشرين شخص اللي تم اختيارهم عشوائي من التعليقات زائد كمان بالاضافة الى ايه وبالمناسبة الجازع بعشر دولار كل شخص هيكسب عشر دولار من العشرين شخص زائد ان احنا هنعمل في نفس الفيديو بتاع الجواز ده هنتبرع بكامل ارباح القناة بتاعتنا باسم مشاهدين الباش مدرس هنتبرع بكل الارباح لاشقاءنا في غزة ربنا يعينهم على اللي هم فيها رب ويصبرهم ويقويهم خلينا نرجع مرة تانية هنا وزي ما انت شايف كده المشروع بتاعنا اللي لكلها هنا حضرتك متوقفة على ايه فاضل خمس ايام واربعتشر ساعة وخمسين دقيقة ويبدأ السعر اللي انت شايفه ده يتغير السعر ده العملة دي اختصارها ايه اسمها توك او تي يو كي الواحد من العملة دي بكام الواحد من العملة دي باتنين سنت زي ما انت شايف طب السعر ده هيتلع طبعا هيتلع لان هو بيقولك هنا احنا محددين او مستهدفين ان احنا نبيع بتوتل اه اتنين مليون ستمية وسبعين الف تقريبا وبيعو هنا ب اتنين مليون وخمسمية وتسعة الف يعني يفاضلوه ميت الف ولا حاجة ويقفلو بيع ويبدأ السعر يزيد يعني ممكن اتنين سنت دي تبقى اربعة سنت السعر ممكن يتضاعف ممكن تبقى خمسة سنت انت وريزك. طب انا لو عايز اشتري اقدر اشتري من خلال او او من خلال الفيزا كارت بتاعتك. لو انت اشتري على سبيل المسال الواحد دولار مثلا لو عشتري بواحد دولار انا مش عايز اجازف. الواحد دولار يجيب لي كما عملة الواحد دولار يجيب لي اربعة وثلاثين عملة من عملة التوك او الاي توك توك وتدوس هنا على او تشتري بالاسري لو دوست على اربط المحفظة بتاعتك سواء او او وابدأ ان انت اشتغل واربط المحفظة واشتري وحول من للعملة دي وبكده العملات وصلت عندك وتقدر ان انت هتشتغل حابب اناوها عليك كمان على حاجة مهمة طالما انت دخلت في مجال العملات الرقمية زي ما فيه ارباح كبيرة جدا زي ما فيه خسارة وفيه تقلبات سعرية شديدة جدا فاتأكد ان انت تعمل بحسك كواس جدا على العملة قبل ما تدخلها وتأكد كمان ان الدولة بتاعتك بتسمح بتداول العملات الرقمية لان الفيديو ده موجه للدول المسموح بفيها بتداول العملات الرقمية ان في دول كتير مش متاح فيها اصلا تداول العملات الرقمية خلاني نرجع مرة تانية هنا للشرح زي ما انت شايف ادي هنا الموضوع بتاع العملة وهنا كمان عاملين ويت بيبر بيوضحوا فيك كل حاجة اللي هي علاقة بالمشروع بتاعهم والاطلاق بتاعه والدول اللي هما اخدوا اعتماد منها والسعر المتوقع ان العملة دي توصل له وكل التفاصيل اللي انت تتخيلها وكل الاسئلة اللي انت نفسك تسألها هتلاقي هنا في الويت بيبر تقدر ان انت تترجمها وتبص بقى معلم على الخريطة بتاعتهم ونوين يعملوا ايه بالزبط والشغل بتاعهم ده بيحصل ازاي ولو رجعنا تانية هنا مرة تانية للموقع ونزلنا تحت كده خلينا ننزل تحت كمان هنا عندك بص الاول بس نغير اللغة بيدعم اللغة العربية الموقع بتاعهم معادي خالص اهو انا هنا غيرت بيقول لك هنا اقول مرحلة الاولى مرحلة التصميم هم طبعا عمل الورقة البيضة اللي قلتلك عليها الويت بيبر وتم الاعلان عن المشروع ده في سريلانكا وكل اللي انت شفته ده كده حصل وكمان عملوا مكتب في السنغفورة طب هنا قالك احنا في المرحلة التانية المرحلة التانية اللي هي مرحلة البيع المسبق اللي احنا فيها دلوقتي اللي هو بيبيع لك فيها العملة قبل ادراجها على المنصات الكبيرة زي وغيره انت دلوقتي بتشتري طبعا عملية بيع الرموز دي بيبيعوا كمية معينة من العملة بسعر رخيص بحيث ان الناس اللي دخلت في الاول دي يعتبروا يعني مساهمين في المشروع واشتروا العملة ودعموا الناس دي كي انهم ملاك يعني او اشتروا اسهم في العملة دي وبعد كده هيبدأ ان هما لما يوصلوا للرقم اللي هما عايزين ويبدأ بعد كده عملية الاطلاق اللي هي المرحلة التالتة اللي هي طبعا هيتم فيها تركيب اول محطة شحن في سريلانكا اللي هيحصل فيها ان هيبقى فيه اول محطة للتكاتج دي موجودة في سريلانكا ويبدأ بقى مرحلة الاطلاق وتبدأ بقى العملة تنزل على المنصات العالمية وفي الاخر هنا بقى مرحلة اه النمو اللي هيبدأ فيها يحصل بقى ايه ارقام بقى بيتخال ويقولك احنا هنوصل هنا مسلا هو الى ستة الاف ايه اه مبيع او ستة الاف شخص مستخدم للموضوع ده المهم ان كل دي زي خريطة الطريق اللي هما محددينها وده الفريق اللي هو يعني باني الشركة دي او آآ عامل الشركة دي ده رئيس كاسم التكنولوجيا ده كاسم النمو ده كاسم الاعمال مش عقاف ده مستخشار وتنفيذي سي او فعندك هنا كل الاسئلة برضو اللي انت نفسك تسألها زائد ان في حاجة كويسة جدا هما عاملينها هنا ان انت لو دخلت انت بقى معكش فلوس يعني انت مش عايز تشتري انت لو دخلت هنا كتبت اسمك وكتبت ايميلك ورقم تليفونك ودست هنا على الشروط دي ودست على ارسال هيبدأ ان هما يكلموك عشان يبعطولك آآ عملة او دي العملة دي يبعطولك مينة كمية بلاش يعني زي هداية خلاص طب بيقولك هنا انت تقدر تحصل على مية واربعة في المية مكافأة سنوية تقولي ازاي هقولك يعني لو انت اشتريت مية عملة مسلا تحصل على مية واربعة عملة زيادة هداية بعد سنة لو انت عملت التخصيص او عملت اللي بيقولوا عليها لان انت ايه احتفظت بالعملة ما ببعتهاش يعني زي تعدين كده طب الكلام ده بيتم ازاي من خلال هنا ايه تخصيص او الفوق دي لو نزلنا تحت هنا هو النسبة كامية النسبة هنا مية واربعة في المية في خلال السنة والربح بينزل شهري طب ماشي انا كده تمام وحبيت الموضوع عايز تتابع اكتر بقى عن الشركة دي والشغل بتاعها تقدر تدخل هنا على تويتر وتشوف الصفحة بتاعتهم ما شاء الله عندهم عدد قوي جدا على تويتر اربعة واربعين الف وهنا باشا ايه المشروع شكله جد والدنيا تمام وفي تفاعلات زي ما انت شايف الناس متفاعلة معاهم والموضوع شكله كده واخد اتجاه ان هو ايه شغل محترم وبيتكلموا عنه في التليفزيون وبتاع فانا حبيت برضو هنا اقول لك ان انت ممكن تعمل لهم فولو على تويتر واتبعهم حيس ان انت تعرف الاخبار اول باول وامتا يتم اطلاق العملة وتبقى متابع المشروع ومتابع فلوسك لان الفلوس بفاش هزار طبعا زي ما احنا عارفين خلاص كده ده كان المشروع بتاعنا وكل حاجة تقريبا عندهم برضو قناة على التلجرام وانستجرام وعندهم هنا يوتيوب برضو او قناة على اليوتيوب تقدر تدخل تتابعهم وتشوف بيعملوا ايه والتاكاتك بتاعتهم دي شكل عامل ازاي والتابع كل حاجة انا هنا اكون وصلت رسالتي وشرحت لك الطريقة بتاعتنا النهاردة حابب تشتغل خير وبركة مش حابب برضو رأيك وقرارك فيش اي مشكلة انا بشكرك ان انت وصلت لحد دلوقتي ده من الفيديو ولو حابب تختنم الفرصة اختنمها هتلاقي الرابط موجود تحت ويسا نقل الوصف ما تنساش تعملي لايك على الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ما تنساش كمان ان انت هتحط اي تعليق عشان تكون من الفايزين معنا ان شاء الله في مسابق شهر رمضان شكرا لكم وكل سنة من طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته